اه بسم الله الرحمن الرحيم احنا يعني بنبدأ المحاضرة رقم اربع بنسبال لنا في اه مادة الكترونيكس اتنين اه احنا بنتكلم على البيبولر جنكشن ترازيستور وقلنا ان احنا في الشابتر ده نتكلم على بعض الحاجات اه عرفنا ان البيبولر جنكشن ترازيستور ده عبارة عن جهاز اه له تلات اطراف اللي هم الباعث والقاعدة والمشترق والمجمع اللي هم الاميتر والبيز والكل اكتر. اه النهاردة احنا نتكلم على اه البعض البرامتر زي ما جون عند حضرتك اللي هي بتتكلم على طريقة العمل بتاع البيبولر جنكشن ترازيستور احنا كنا المرة فاتد خلنا التوصيلات المختلفة بتاع الترازيستور ده وزي بقى او كنا وقفنا عند النقطة الاخيرة اللي هي بتاع وقلنا ان من اسمه كده ان احنا عايزين نشوف بتاعي اه شكله عامل ازاي? او الطيار المر خلال او المجمع هيبقى شكله عامل ازاي? اه خلينا قبل ما استعرض مع حارتك كده المختلفة تعالى ارسل محرك رسمة بسيطة كده ونعبر بها على اللي احنا عايزين نقوله. احنا قلنا المرة اللي فاتت سريعا كده ان ده الترازيستور الموجود عندي. وقلنا ان الباعث ببقى اه عرضه كبير شوية لكن البيز ببقى اقل. وبعد كده الموجود محرك. لو احنا بنتكلم على ان ترازيستور موجودة عندنا. وقلنا ان ال dit يبقى على الاطراف N واللي في النص هي القاعدة عبارة عن البين. حارتك عارف او احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان هو ممكن يوصل قاعدة مشتركة او ميتر مشترك اللي هو يسموه الغمان اميتر او الموجود عندي. لو احنا قلنا ان احنا هنوصل قاعدة مشتركة فتبقى القاعدة الموجودة مع حارتك دي. بالنسبة لنا هي الاساس اللي هتبقى القاعدة اللي هتبقى مشتركة ما بين على الاساس ان ده اللي موجود عندنا. وده اللي هو السي. قلت لحارتك المرة الفاتت ان احنا بنوصل للراجل ده هو فورورد بايس. يبقى احنا بنتكلم على آآ الان ده يتوصل مع السالم الموجود مع حارتك. وبالتالي يبدأ هنا يتوصل القاعدة بهذا الشكل. لو احنا بنتكلم على الناحية التانية هتتوصل ريفيرس بايس. ريفيرس بايس يبقى الان معاها البوزدف والكل البيز الموجودة مع حارتك هتتوصل مع ايه الطرف السر. فاصبحت القاعدة في هذه الحالة هي قاعدة مشتركة موجودة معنا. هيبدأ دلوقتي يقول لحارتك ان انا والله انا الطيار دلوقتي اللي هيبدأ يمر. وصلت هنا المتر الموجود مع حارتك باشارة سالبة اللي احنا قلنا عليها المرة الفاتت. وبالتالي السالب ده عندي هنا في الان الموجودة معايا في عندي الالكترونات. فيحصل فيه تناثل فتبدأ تتحرك الطيار بتاعي في شكل الالكترونات موجودة عندها حروطة كده. طيب لكن احنا قلنا ان البيز بتبقى اقل سمك ليه لان بيبقى في عندي مجموعة من الهولز هنا كده. المفروض الطيار او الالكتروات فهي معدية هتقع فيها. وبالتالي الاي اي اللي طالع من هنا هيفقد منه جزء خلال البيز فيطلع الناحية التانية اي سي. فاطلعنا معادلة قلنا ان الاي اي اللي هو طيار الباعث. هيساوي طيار القاعدة الموجود معايا زائد طيار الايه الكوليكتور. وبالتالي قيمة الطيار بتاع الكوليكتور دهوت اللي هو هنا كده هيظهر هنا في شكل طيار الالكترونات بتحرك بالشكل الموجود مع حروتك ده. لما يلاقي الطرف البوزد في الموجود معاك بين ده الالكترونات يقولها تعالي في قوة تجازل ما بينهم. وبالتالي النحية التانية كده هيبقى في طيار الاي سي الموجود معايا. عشان كده قلنا الحالة بتاع الكومان بيز الموجودة مع حروتك دي هي ما اقدرش اشتغلها او استخدمها في تكبير الطيار. لكن ممكن اقدر استخدمها في تكبير الجهد والقدرة الموجودة عند حروتك. نتيجة عندي ان الطيار اللي كان طالع من الاميتر من هنا كده بقى اقل من اه لما عد على البيز فوق منه غزء بالتالي الاي سي بيبقى ايه بيبقى اصلى. ده بالنسبة اللي احنا بنتكلم عليها. لو احنا جينا انتكلم على نفس الرسمة الموجودة مع حروتك دي. بس قولنا لأ ده احنا نخليها بدل ما هي كومان بيز هنخليها آآ آآ ال متر. فهنبدأ بس نرسم الرسمة الموجودة مع حروتك. ده الموجود مع حروتك. هرسم البيز الموجودة معايا اللي سمكة قليل وبعد كده فوقه خالص. قلنا ما زلنا عشان يبقى هنا آآ متر يبقى هنا الباعث هو المشترك ما بين كله من وده الرسمة تقريبا اللي احنا بنشتغل عليها. وما زل برضو وهتوصل هنا الحتة الموجودة معك. يبقى الميتر هتوصل بالطرف السالب الموجود معك. وهنا هنيجي نوصل الناحية التانية بالنسبة للبيز الموجودة مع احارتك دي. هنوصل برضو الحتة بتاعة هيتها آآ هي بي وهتوصلها بآآ يبقى توصل بالموجب. وما زال الاميتر موجود مع احارتك هنا تحت. هيتوصل برضو بالطرف السالب بتاع البطارية الموجود معي. فاصبح دلوقتي الاميتر عشان يبقى كوم من اميتر. زي ما احنا قلنا هيبقى مشترك ما بين القاعدة ما بين الكوليكتور. فهنا بقى عنده اتنين سالب من الاشارة الموجودة معي. من البطاريتين اللي هما تواصلين عليهم. السالب اللي زرق ده بتاع البطارية الزرقة. والسالب اللون التاني الموجود مع احارتك ده السالب بتاع البطارية اللي بينه بينه الموجودة معي. فاصبح هنا الطيار الموجود مع احارتك بالشكل ده. هبارة عن هيقول لك فيه طيار هيجب ش هنا كبير قوي. يتحرك من الاميتر طيار اتجاه الالكترونيات الموجودة معي. تتحرك من آآ الاميتر نحو الموجود معي. وما زال القاعدة الموجودة مع حارتك هيفقد منها جزء او يفقد خلالها جزء موجود عندي خلال عشان يملى الفجوات الموجودة جوة البيز اللي هي الرؤياء او الصغيرة او الاقل سمت اللي هي بتركيز الفجوات بتاعها قليل وبالتالي يفقد جزء من الطيور فلو حارتك حطيت مقاومة هنا كده في الدايرة دي سميتها الار بي زي ما احنا هنشوف بعد شوية الار بي الموجودة مع حارتك هنا لو رأنا بس طيار طبعا فيه طيار لمقفل الدايرة دي هيدا يمر طيار هنسميه الاي بيز الموجود مع حارتك هنا يقول لك يزهر تأثير اوي طيار هنا يزهر تأثيره مقبرا نحو ايه نحو الكوليكتور الموجود معنا وبالتالي هيطلع عندي بعد شوية قانون برضو مازال القانون اللي هو بتكلم على الطيار بتاع الاي اي برضو هيساوي الاي بي الموجود معك واللي هو قمته بتبقى صغيرة اوي زائد الاي سي الموجود معي بس هنا في الحالة دي تبقى الاي سي لا ده انت هنا اتكبر اوي وكان الطيار بتاع الايميتر كبير جدا موجود معي نتيجة ان هنا في قوة تنافر على اه نتيجة البطرتين اللي احنا وصلناهم على عكس الحالة بتاع الكومان بيز وبالتالي يقول لحالتك الاي سي في الحالة دي بقى يبقى يبقى كبير جدا فهنا يحصل لعملية تكبير لمين للطيار الموجود مع حارتك تكبير الطيار الموجود معايا هيظهر عندي مصطلح اسمه معامل التكبير اللي احنا بعد شوية هنسميه بيتا اي او البيتا دي سي ايا كده لكن في الكومان بيز اللي احنا كنا رسمينا من شوية ده الطيار توزع ما بين اليميتر ما بين الكلكتور وما بين البيز هنا كده لما كنا كومان بيز وبالتالي كان في عندنا معامل اسمه معامل توزيع اللي انت خطوة بكده اللي بسموه الالفا اي او الالفا دي سي احنا النهاردة حوارنا كله على الحتة بتاع الكومان اه اميتر اللي فيه الطيار بتحرك كتير جدا من المتر نحو الكوليكتور ويفقد منه جزء خلال الموجود معي نتيجة مرو طيار اسمه الصغير اللي احنا بنتكلم عليه. النهاردة بقى عايزين نشوف يا ترى قيمة ده هيشتغل ازاي وما هي المناطق اللي بيشتغل فيها الترانزيستور الموجود مع حارتك عشان نقدر نقول ايه هي الكوليكتور كاركتوريس الكيرف الموجود عندنا. من الكلام ده زي ما ادارة لقدام حارتك دي بتقول كده يبقى انا عندي هنا ده ال ن نترانزيستور القلنا ن نترانزيستور الموجود معي بيبقى ويبقى الخارج ده بي والسهم خارج ده يبقى اللي جوبة ده اسمه فيه الطيار ماشي من البي الى الанов. وصل هنا بطارية اسمها elementary اللي هو المصدر او البطارية IR اه كده ما بين البيز والايمêter داي رأى ودي الاميتر الموجود مع حارتك اللي احنا بنقول عليه اللي هو الباعث المشترك الموجود عندنا. عشان كده الباعث المشترك ده اصبح دلوقتي عليه زي ما قلت لحارتك على الطرف سالب موجود اهو هنا كده وراء الطرف سالب من الناحة التانية لكن احنا قلنا مرة فاتت ان ده ببقى وده ببقى ونتيجة لكده بيبقى فيه طيار كبير جدا يمشي من هنا من الموجود مع حارتك جيبه يتحرك نحو ايه نحو آآ البيز والكوليكتور الموجود معه دراعي هنا ان الاسهم المرسومة قدام حارتك على الرسمة الموجودة قدامك دي اللي هي الاسهم البينامسيجي دي هي عبارة عن طيار اتجاه طيار الالكترونيات الموجودة عنده وليس الطيار التقليد اللي احنا متعودين عليه فالطيار بتاع الامتر هيبقى طالع لفوق بهذا الشكل يبدأ يتوزع هنا كطيار الالكترونيات يقع منه جزء او يقع منه جزء من الالكترونيات عبر البيز والباقي يروح نحو الايه نحو الكوليكتور بعد شوية في الامثلة هتبصت لاقي ان الطيار ده متعكس عشان احنا بنتكلم على اتجاه طيار تخليدي موجود عندنا احنا النهاردة بقى عايزين نشوف يا ترى ايه العلاقة ما بين اللي احنا بنتكلم عليه هو اللي احنا موصلين هوه تمام او اللي احنا بنتكلم عليه وايه العلاقة ما بينه بين اللي احنا موصلينه على العلاقة ما بين اللي احنا بنشتغل عليه giving you and Le Handy الموجود معاك. آآ بيكون شكله عامل حاجة بالشكل ده كده. آآ بيقسموا الترانزيستور آآ اوبريشن الى مجموعة من المناطق. المناطق ديت هي موضوع المتحاضرة تاعة النار. منطقة منهم بيسموها ودي منطقة التشبع اللي فيها الترانزيستور بتاع حددك بيبقى خلاص وصل لمرحلة معادش ايه بيطلع طيار اكتر من كده وده اكبر قيمة لقيمة الطيار اللي هو هيشتغل عليه. طيب عايزين نفهم اكتر عن كل تفصيلة او كل حتة من حتة الموجودة مع حارتك دي. هو هنا بيرسم مع حارتك علاقة ما بين الاي سي وعلاقة ما بينه وما بين الفي سي اي. طيب الحالة الموجودة قدام حارتك لو انا باتكلم على ان الفي سي اي الموجود مع حارتك هنا قيمته زورة اوي لا تتعدى السبعة من عشرة وده فرق الجهد ما بين الاميتر او الموجودة مع حارتك بتاع الكوليكتور والاميتر موجود عنه. ده احنا قلنا بكده ان اي بيبقى لها حاجة اسمها الجهد الحاجز الموجود معايا اللي هو السبعة من عشرة بولت. لو حافزت على الحتة دي هتلاحز ان الفي بي بي والفي سي سي احنا هنا مغيرين. ليه? لان احنا نغير دلوقتي الفي بي بي ونشوف تأثيرها على الترانزيستور ونغير الفي سي سي ونبدأ نشوف تأثيرها على الترانزيستور الموجود مع حدو. عشان يرسم علاقة في النهاية ما بين الفي سي اي اللي هو الجهد ما بين اللي هو هنا كده. وما بين الموجود معايا اكنه بيعمل هنا اكن دي مقاومة كده او الترانزيستور دا عبارة عن مقاومة. وبيحسب عليها الفولتش دروب الموجود معي. الفولتش دروب الطبيعي في الترانزيستور وهو مش شغال او يعني في وضع طبيعي بتاعه بيبقى مفروض يفقد عليه سبعة من عشرة وده الجهد الحاجز بتاعه. لازم اوصل له جهد عليه. اللي هو هيبقى على كده البي سي سي. يزيد عن السبع من عشرة عشان تبدأ آآ يحصل او بتاع حارتك يبدأ يشتغل موجود عندنا زي ما حارتك عرفت قبل كده في محاضرات الضيو. فهنا بنقول ان والفي سي سي هم بالنسبة لي عشان اقدر اغيرهم بعد شوية. تعال نشوف واحدة واحدة كده ونشوف الكيرف ده يا طرى طلع من هنا. بنقول لحارتك هنا بفترض ان الموجود مع حارتك بيساوصف. انا عايز اوضح حتة زهارة هنا كده احنا شغالين. الموجود مع حارتك لما حارتك تحط هنا القيمة دهية. البطارية ده اكنها مش موجودة يبقى كنا عملت open circuit هنا كده. طيب open circuit يعني ايه? يعني الجهد ده هوت كده اكنه بصفر. يبدأ بقى الجهد الموجود معي على الكوليكتور بيساو كان بيساوصف. وفي نفس التوقيت حاضرتك حاضرت قيمة للفي بي بي الموجودة معي. والفي بي بي الموجودة معاك هتلاقاها ايه قيمة مجابة فوق. والسالة ازا ما حارتك شايف بتبقى تحت. فلو جينا نجيب علاقة ما بين الراجل ده هوت الكوليكتور والبيز. هتلاقي ان الكوليكتور عليها جهد موجب والبيز عليها جهد صفر. وبالتالي هنا هنقدر نقول ان العلاقة ما بين البيز والكوليكتور هتبقى فورورد بايس. برضو العلاقة ما بين الاميتر والبيز الموجود معايا هتلاقي ان البيز متوصل عليها جهد موجب والاميتر متوصل عليه جهد سالي. عشان كده برضو مازالوا اتنين ايه? فورورد بايس. يبقى الشرط اللي احنا بنتكلم عليه ان يكون الموجود مع حارتك صف. وطالما الموجود مع حارتك بيساوي صفر. والفي بي بي لها قيمة. يبقى هنا اصطاح العلاقة ما بين. كنا من البيز والكولكتور والبيز والإميتر فورورد بايز. عشان كده احنا لازم نخلي بالنا ان في هذا التوقيت اللي احنا بنتكلم عليه هتلاقي ان الاتنين والبيز قلنا فورورد بايز حال. واللي تقريبا الجهد الموجود مع حارتك هنا. بتاع البيز تبقى تقريبا سبع من عشرة او زبط الحالة جهد صغير او. لكن الامتر والكلكتور هنا ما بينش جهد موجود معنا ما فيش دايرا ما فيش طيار. وبالتالي الجهد المفقود عبر الترانزيستور هنا ما بين الكلكتور وما بين الامتر هيبقى تقريبا بيساوي كام بيساوي صف. لو زودنا الجهد الموجود مع حارتك هنا وحطينا جهد صغير هنا بقولك البيز كارنت هنا خلال البيز امتر جانشن البيز اللي احنا منتكلم عليه بس دا مش الاتجاه الطبيعي دا الاتجاه الالكتروني بتاع الطيار الالكترونيات لكن طبيعا ان احنا كان يطلع الطيار من الموجب الى السالب عشان يطلع يليه يلف موجود معانا. وبالتالي هنا اي سي زي ما قلت الحاك الدائرة اللي ورا ديت او الجزء اللي ورا ده مفتوح ما فيش بطارية وبالتالي اي سي بتاع حارتك بيساوي كام بيساوي صف في البداية هنا كده. عشان كده هنا بنقول لحارتك بقى المرحلة اللي احنا منتكلم فيها دي لو بدأنا نزود الجهد واحدة واحدة كده بتاع الفي سي اي بدأنا نحط جهده صغير هيبدأ الطيار الموجود مع حارتك يزداد الى ان يصل الى قيمة عزمة موجودة مع حارتك هنا. المرحلة اللي في الاول دي حتى وصلنا للسبب عشرة بيسموها مرحلة التشبع. يعني انا مش قادر اطلع اكتر من كده ما عندش اي سي. الاي سي الموجود مع حارتك بيسموه الاي سي ساتريشن الموجود عنه. عشان كده بقول لحارتك لما تبقى البي اي اللي هي البيز والايميتر والبيز والكوليكتور فوروات بايز يبقى التنزيستر في حالة الساتريشن اللي هي المرحلة الاولينية اللي احنا بنتكلم عليها قبل السبع من عشر. طيب عشان كده لما نجد عرف الساتريشن زي ما انا اكون في التفاصيل حالا. الساتريشن ده هو عبارة عن الحالة. اللي فيها البي جي تي او التنزيستر بتاع حارتك. بيبقى عبارة عن الكوليكتور كارنت بتاعه بيوصل الى قيمة ومش هقدر عد عن قيمة ايه اكتر من كده بعيدا عن مهما زودت الموجود مع حارتك خلاص انت وصلت القيمة مش هتقدر تتغلب عليها نتيجة ايه نتيجة او الموجودة مع حارتك انا. طيب بعد المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي يا بقى. قال لك والله تعالى بقى نشوف. لو احنا بدأنا نحط VCC موجود مع حارتك انا. ال VCC هيبدأ يعمل ال IC الموجود مع حارتك هيأثر على مين? هيبقى فيه جهد مفقود على المقاومة RC. لو احنا خدنا الدائرة السوارة ديت خلينا نشوف كده. ونحللها ككرشوف موجود عنه. لو احنا خدنا البصار ده هو. المصار ده لو احنا خدناه كمصار مغلق ده. يقول لك ما هو جهد البطارية الموجودة معايا بتاع VCC ده هو. هيساوي الجهد المفقود على المقاومة RC. اللي هو هيساوي IC في RC ساعتها. زائد الجهد المفقود ما بين الموجود معايا. اللي احنا هنطلع له معادلة حالا بيقول ان جهد البطارية VCC بيساوي IC في RC زائد VCE في ايه? آآ زائد VCE اللي هو كجهد موجود عنه. وبالتالي احنا هنا بعد شوية زي ما قلت لحارتك احنا هنطلع علاقة ما بين العلاقة ما بين ال VCC الموجود مع حارتك. ونقول ان هو بيساوي IC في ال RC لو احنا طبقنا كيشوف زي ما حرخدت في الكرابل كده. يبقى احنا بنتكلم على جهد مفقود عبر المقاومة اللي هي ال RC. زائد مين كمان? زائد او الجزء بتاع ال VCC الموجود ما بين الكوليكتر والايه? والمتر الموجود عندي. حارتك البطارية ديات بعد شوية هتبقى قيمة سابتة. البطارية ديات لما تبقى سابتة. طيب وال RC سابتة برضو. يبقى الحاجتين دول سابتين. طيب انت عايز يبقى? لأ ساعتها بقى هنقول خلي بالك. ان ال IC هنا لو زاد. لو بدأنا نقول هنزوء ال IC هيزداد. موجود معايا. يبقى ال VC هيقيل. لأ احنا بنقول ان احنا بنقول والله يلاكون عشرة فولت. لو احنا قلنا ان الطيار زاد حنقوا ان المقاومة ديات بواحد او. لو احنا قلنا الطيار كان بواحد او موجود معاه. تمام? والمقاومة واحد او. يبقى واحد. يبقى ال VC اي ساعتها هيساوي تسعة فولت. طيب. لو احنا قلنا لقى الطيار الموجود مع حارتك هيبدأ يزداد بقى. هيبقى باثنين انبير. يبقى القيمة ديه باثنين. كده كده لازم المجموع ده هو تلازم يسوي عشرة لان الفي سي سي بعد شوية هنسبتها بقى معيشة بغير. يبقى لازم ايه? يبقى لازم الفي سي ايه الموجود مع حدك يوصل ايه لتمانية. واكذا. لما ده يبقى تلاتة لازم الفي سي ايه يبدأ ايه سبع. عشان كده بنقول العلاقة. علاقة هنا تناقصية موجودة مع حد او علاقة عكسية. ده يزداد ده يقل موجود عندنا. طيب. قبل ما نسبة الاحداث اللي احنا متكلم عليها تعال نشوف ايه لا يحصل ده بقى. يقولك الاي سي بقى لما حط في سي ايه الاي سي هيبدأ يزداد. وبالتالي لما زود الموجود مع حارتك. هيبدأ يزداد الفي سي ايه هنا هيبدأ برضو يوصل الى قيمة معينة لغاية ماوصل. بعد كده بقى لو زودت القيمة بتاع الفي سي سي. اه لو زودت القيمة في سي سي يقول لك ايه? لو مهما زودت بقى عند الفي سي ايه. هتبصت لقى ان الطيار ايه? يوصل تقريبا بيبقى سابق هو في الحقيقة مستابق زي ما احنا هنشوف برضو بعد شوية هو القيمة الموجودة مع حارتك هنا بعد ما اوصل اتعدى الجهد اللي هو السبعة من عشرة نحن نتكلم عليه ده هو السبعة من عشرة دي تمام لما زود الجهد التاع الفي سي يبقى نتيجة زيادة الفي سي سي يبقى انا هنا بقول لحارتك هنا انا بزود الفي سي سي فطبيعا ان هو نتيجة له الفي سي هيبدأ يزداد يبقى انا لما زود ده يبقى الفي سي ايه هنا هيبدأ ايه يزداد موجود معايا طيب مع الزيادة الموجودة معايا او التغيير اللي بيحصل ده يقول لك يبقى انا ماشي كده عن محوره يبقى انا كل ما زود الفي سي ايه هتلاقي ان الطيارة موجود معاك يقول لك تقريبا هو هيفضل ايه قيمة سابتة موجودة معايا هي في الحام السابتة اوي لكنها متغيرة بشكل طفيف صغير اوي يعني احنا لو سابتة المفروض تبقى ايه خط مستقيم كده لكن ايه يقول لك ده في زيادة او في اختلاف صغير اوي ازا ما حضرتك شايف كده هنا على الرسمة الموجودة عندنا عشان كده اقول لك حضرتك كده يبقى وبالتالي هيوصل لمرحلة معايا اللي هي السبعة من عشرة ويظل ساعتها كده الفورو الدواس اللي احنا نتكلم عليه يبقى المنطقة الاولية ده هي لغاتي هنا كده كل دي منطقة سيتوريج طيب المنطقة اللي بعد كده اللي احنا نتكلم عليها اللي هي المنطقة ما بين الساهم الاحمر ده كده المنطقة دي هتو يسميها الاكتف ريجون اللي احنا نتكلم عليه اللي هي بقى اللي احنا عايزين نشغل فعلا التنزيست اللي هو لما نوصل بطاريه على الموجود مع حضرتك هنا ونوصل بطاريه على واشتغل الدايرة التنزيستر بتاعي عشان نستخدمه كسويتش او كامبيل فاير زي ما احنا هنشوف خلال المحاضرة اللي جاي طيب عايزين نقول ايه من هنا بقى نقول لحضرتك خلي بالك لما الفي سي سي عد السبعة من عشرة هيحصل دلوقتي سبعة من عشرة تعالى كده نقول السبعة من عشرة لما عديها ايه اللي هيحصل خلي بالحضرتك كده احنا كنا هنا موصليني البيز بموجب والامتر بسالب انت بتقول لي الفي سي ايه الموجود مع حضرتك ده هيعد السبعة من عشرة يعني الجهد ده واتبقى اكسر موجبية اكسر مين اكسر موجبية الموجود عنه وبالتالي ساعتها ايه اللي هيحصل بقى يقول لك الموجود مع حارتك هنا اكثر موجبية من يعني هنا عشان عد ساعة عشرة يبقى انا اكيدنا حطيت اتنين موجب هنا كده وليكن مسلا يعني او خمسة فولت وهنا تلاتة فولت فهنا الوقت اصبحت المرحلة الموجودة مع حارتك هنا حصل ايه برغم ان هنا الموجودة معي حصل ايه حصل اللي احنا بتتكلم عليه. اول ما الترانزيستور يخش في مرحلة اللي احنا بتتكلم عليها ديت يقدر يقول لك انا دخلت الوقت المنطقة اسمها الاكتيف ريجو. او بيسموها هي مش لينيار زي موجودة لحارتك لكنها تكاد تكون آآ لينيار موجودة عندنا. عشان كده بيسموا المرحلة ديت اللي هي مرحلة الاكتيف او مرحلة نشاط الترانزيستور الموجود عنها. الاي سي هنا هيظل مستوى سابق في زيادة طفيفة قوي لكن مهما زودت الفي سي اي الموجود مع حارتك هنا آآ مش هيحصل اي زيادة في الاي سي الموجود معايا واوصل الى خيمة سابقة بالنسبة لك. خلي بالحارتك ده عند قيمة معينة من وقيمة معينة من الموجودة عند الحارتك اللي هو طالما الطالما يحدد الاي بي. طب لو غيرنا القيمة الموجودة معها دي هيغير الاي بي. وتابعا للتغيير الاي بي الاي سي هيبدأ ايه? هيبدأ يتغير معايا. عشان كده احنا بنقول ателя احنا عايزين بقى اعرف ايه التأثير لو احنا بدأنا نغير الاي بي. يبقى الاكتيف ريجو اللي احنا بنتكلم عليها هي المرحلة اللي فيها بيبقى آآ تقريبا سابت مهما تغير قيمة الايه الاي سي. هنا بيقول لحارتك بقى التكبير اللي احنا قلنا عليه من شوية ان التكبير اللي هيزهر اي دخل هنا على الاي بي هيزهر تأثيره عند الاي سي مكبرا نتيجة الترانزيستور كومان اميته. والبرامتر اللي هو معامل التكبير ده اللي احنا بنسميه البيتا اللي هو بيتا دي سي. يبقى المعادلة اول معادلة النهاردة نقدر نشتغل بها في القوانين بتاعتنا او المسائل بتاعتنا اللي هو ان طيار الكوليكتور الموجود مع هاك بيبدأ يتكبر بخيمة اسمها الاي بي. وفي الحقيقة البيتا دي ازا ما هتشوف شوية في الداتا شيت هتلاقي البيتا دي بتبقى بتوصل الى رقم كبير ممكن يوصل الى مية او متين او خمسين على حسب الايه الترانزيستور الحراك بتشتغل عليه. الفي سي ايه هنا اول ما يوصل الى خيمة معينة طبعا انت عمل تزود الفي سي سي. كل شوية عملت تزود الفي سي سي الموجودة مع حارتك دي. كل ما تزود الفي سي اللي احنا بتتكلم عليها دي اهي. ايه اللي انت بتعمله? ما انت بتحاول تزود الاي سي الموجود معاي? ولما تزود الاي سي يبقى الفولتش دروب هنا في المرحلة دي كده. اللي هيمر خلال الجنش الموضوع معايا. هيبدأ يزداد. يبقى الفي سي ايه برضو هيزداد. يبقى الفي سي ايه الموجود مع حارتك انت ماشي كده على الكيرب الموجود مع حارتك بايز الشكل. الى ان تصل الى قيمة معينة. ساعتها بتقول لحارتك ايه خلي بالك بقى انا هاوصل لقيمة دهيات اللي احنا بسميها الفي سي اي ماكسموم. ساعتها بتقص وتلاقي ان الطيار بعد ما كان ثابت هنا كده. على الكيرف ده اوه. في المنطقة الاكتب. بدأ دي هنا انا يحصل زيادة مباشرة او زيادة فجائية في مين? في خيمة الطيار بتاع الاي سي. يعني كده ان احنا وصلنا لمرحلة بيسموها مرحلة زي ما احنا خدنا في الضايد قبل كده. الضايد برضو كان نفس الكلام. لو حرك فاكل لو احنا كنا بنرسم الضايد. اه كان عندنا كان بالشكلة كده. لكن نيجي نما عند ريفرس بايز بص اقول لك ايه مرحلة اللي هي الجزء السالب لما زود ريفرس بايز الموجود مع حارتك لان هنا بنتكلم على هو اللي عمل المشكلة في الترانزيستور الموجود عند حارتك ده. عشان كده احنا بنقدر بنقول خلي بالك. انا احسن مكان او احسن منطقة اشتغل فيها هي عبارة عن ال احنا بنتكلم عليه. طيب. اه الترانزيستور هنا بنأكد ان هو مفروض ما اشتغلش في منحظة الايه البريك داون اللي احنا بنشوف. طيب الراجل هنا بقى هيبدأ يغير قيم الفي بي بي زي ما احنا قلنا. يبقى انا هنا هبدأ اغير قيم الفي بي ده هيت. وبالتالي لما غير قيم الفي بي ده هبدأ احط خيم مختلفة من الطيار اي بي. والطيار اي بي كل ما زود الطيار اي بي الموجود مع حالتك. ابصة لقي الطيار اي سي هيبدأ ياسداد. علاقة ترضية زي ما قلتت لحالتك. انا كل ما عدي طيار موجود مع حالتك من ال اميتر. نحو الكلكتر الموجود معي بقى هنا من ايه. لغاية الكلكتر. اه اا هزود هنا الطيار بس كده كده ما ايه هيزود لي بقيت الايه الدايرة اللي موجود معي. وبالتالي ديك او ديك هتقدر تأثر عن قمة الطيار. زي ما نوصل من طيار تقريبا بيساو صف لمكات البيز هنشوفها حالا بيساو صف هيبدأ الطيار يزداد اي بي واحد حتى صعودا الى اعلى بهذا الشكل كده تلاقي ان الكرب ايه بتاع الاي سي يبدأ يزداد. الزيادة الموجودة مع حرارتك دي كان لها نتيجة او ان احنا بنوصل لمرحلة الترانزيستور الموجود معاك لما الاي بي ساو صف احنا بنوصل هنا كده اقول لك في مرحلة بيبقى الترانزيستور اصلا فيها مطفل. يعني ايه اي بي بي ساوصف? يعني ما فيش في بي بي باصل. المرحلية يعني الترانزيستور طاخل. ما فيوش اي حاجة. لان لو ما فيش اي بي انت بس عايز تحط شعر اي بي. قيمة صغيرة حتى لو قيمة صغيرة او. المهم ان انت تقفل الدائرة وتخليها موجودة معانا ما بين الاميتر وما بين ايه? وما بين البيز. عشان كده نسموا اه هي او موجودة عندنا. طيب ناخد مسال صغير كده على المسال او القانون اللي احنا خلناه. الراجل بقول لحارتك هنا ارسم لي. اه طبعا يعني مش هنجيب رسم في الامتحان بس هنا بيعلم حضوتك حاجة. الراجل بقول لحارتك اه ارسم اه الكيرف او المنحنات المختلفة الموجودة معاك. ليه مين بقى للكوليكتور كيرف? كارنت? لما الاي بي يبدأ من خمسة ماكرو امبير اهو. الى ان يصل الى خمسة وعشرين ماكرو امبير بفارق موجود معاك خمسة ماكرو امبير الكيرمنت. كلمة خمسة ان خمسة من عشرة او خمسة ماكرو امبير ديت الكيرمنت يعني ايه? هتمسك الطيار تخليه خمسة ثم عشرة ثم خمسداشر ثم عشرين ثم خمسة وعشرين وساعتها تبدأ تحسب الايه? الاي سي. بيديك طبعا قيمة البي. البيتا دي سي اللي هيب مية. انت اخذنا قانون حالا اللي هو الاي سي يساوي البيتا في الاي بي. يبقى عندك خمس ست قيم للاي بي. وعندك البيتا تقدر تحسب القيم المقابلة للاي سي الموجود معين. بقول لك هنا الفي سي اي لم يتعدى مين بقى? لم يتعدى البريك داو. يعني انت شغال في ايه? في المرحلة بتاع الساتوريشن والمرحلة اللي هي بتاعز ريادة الى ان تصل الى الاكتيف ريجون بس جدا. يبقى انا هنا في المرحلة الاولية والمرحلة التانية اللي في النص اللي هي بتاع الاكتيف ايه? الاكتيف ريجون اللي احنا بنتكلم عليه. طيب تعالنا شو ما نحل المسألة ازاي? طبعا بنفس الدايلة الموجودة محرك اهو البيتا دي سي مية. الطائرات الموجودة محرك اي بي اي سي. وهنا حطينا قيم للفي بي بي والفي سي سي. تسمح ان فيه عندي طيارة. هنستخدم العلاقة الموجودة معنا عشان نطلع القيم الموجودة معاك ديات بالقال الحزبة. لما تعود عن الخمسة والعشر والخمستاشر والعشرين والخمسة والعشرين بالنسبة للاي بيز. وتدرها في البيتا الموجودة معاك. ديك ايه? القيم المقابلة للكلام. لو رسمت الكلام ده عند قيم مختلفة من الكلام اللي هو بتاع الاي بي. هتلاحز ان ايه? الكيرب بتاع حرطك هيطلع بهذا الشكل. طبعا انا لو جايب لحرطك امتحان او جايب بسأل حركة هجيب لي حركة الرسمة دي الجاهزة ونطلع منها بعض معلمات. او لك هنا الموجود معايا او اللي هو اللي هو اللي هو اللي اللي هو في حالة الخمسة وعشرين امبير هيبقى هنا عند القيمة الموجودة معايا تقريبا عند اتنين ونص ايه? عند اتنين ونص امبير. هنا ايه الموجود معايا بسبب من عشرة. دي مرحلة اللي هي الاول ديت. اللي هي الصغيرة ديت. هي عبارة عن والمرحلة الموجودة معاك هي عبارة عن الاكتب او الموجود عندك. طبعا هنا كل موصلش لمرحلة لانا انا كنت محافظ على لا تعدى قيمة قيمة معينة من الجهد الموجود عنها. طيب القطف بقى. القطف ده ننجح تاني ونأكد ان هنا حالة القطف ان هي الاي بي بي ساو صف. زي ما حارك شايف كده في الرسمة الموجودة قدامك ان احنا ما وصلناش اي جهد على آآ البطارية الموجودة عندنا. وبالتالي الاي بي بي ساو صف. بيبقى البيز ليد اوبين مش مفتوحة. وبالتالي البيز جانت بي ساو صفر وبالتالي اه في طيار صغير قوي بيمروا هنا في البيز نتيجة الافلة بتاع الدينا عندنا وعندنا دائرة مقفولة. هيقول لك فيه جهد صغير او بس بيبقى ايه تقريبا يكاد يكون من عادل بيسموه الاي سي او الاي سي او الموجود معاك اللي هو اه لما تكون ايه البيز اوبين. يبقى السي اي او ديت ليه اه لما تكون ايه اوبين موجودة ما حرض. طبعا طالما طاير صغير هنا انا بقول له حرضك من شوية بكرشوف. احنا الجهد اللي هو بتاع البطاريع ده بقى Cisco. هيساوي الاي سي في الار سي بيساق زائد الاي زائد الفي سي اي. لما قولك الطنيار ده هو تقريبا بيساوي سفر. تقريبا صغير اوي. لو hvor الطيار ده. لو marca الطيار بتاع الاي سي ده. ده تقريبا بصغير اوي زي مكنت لحرضك اهو Very small ايه amount. off collector. بيسموه طيار تسريب. ان هو بس ايه دايرة لكن الدايرة مش شغالة او ترازيسور مش شغالة. لما تبقى القيمة دي صغيرة قوي وبالتالي الجهد المفقود على المقامة دي بقى صغير وبالتالي يروح كل جهد البطارية الموجودة معاك يروح على او يفقد على الترانزيستور اه اه اللي هو الموجود مع حركة هيساوي الموجود عنه. وبالتالي لما احنا حضرتك تشوف الكلام ده يبقى انا في مرحلة اللي احنا بنتكلم عليها هتلاقي ان هو ولا يبقى انا ما وصلتش لمرحلة ولما وصلت لمرحلة لسه يبقى انا شغال في مرحلة ميتة اللي هي في بداية الكيرف تحت اللي احنا نسميه اللي هو اه ماكسموم كانت اللي هيوصل هو عبارة عن ايه البيز او بين زي ما احنا خد لا ده احنا بقى هنوصل لعم ايه على الدايرة الموجودة مع حركة ونبدأ نشتغل على اه الدايرة ونشوف يا ترى القانون الموجود ده محركة اوه ان البيسي سي بيساوي الموجود معايا زايد الاي سي في الاي في الارسي كيرف شوف عادي خالص يبقى حارتك انت للأسف هنا آآ لازم تبقى عارف اساسيات الكهرباء في في المساري المغلق ده اللي هو جهد البطارية لو انت مشين كده سالم موجب سالم موجب سالم يبقى انت هنا آآ بتقول ان الجهد بتاع البطارية الموجود مع حارتك ده هيساوي الجهد على المقاومة زايد الجهد على آآ الترانزيستور او على الترانزيستور الموجود عندنا ده هيوصلنا ان احنا لازم نبقى عارفين لا ده ساتوريشن بقى هيبقى هنا في فورورد بايس للمرحلتين اللي موجودة عندي البيز اميتر جنكش هتبقى فورورد بايس وبالتالي كل ما زود الطيار اي بي هيزداد الاي سي وطبعا لي الفي سي اي الموجود مع حارتك هنا هيبدأ آآ يقل وطبقا العلاقة الموجودة مع حارتك ده لغاية ما اوصل الى مرحلة معاناة كده يقول لك ده مرحلة اللي هي عند السبع من عشرة اللي احنا بنتكلم عليها ساعتها بقى البيز والكوليكتور هتبقى فورورد بايس ومهما زودت الاي بي الاي سي هيظل سابت ساعتها مرحلة الساتوريشن اللي موجود محارتك ده بنوصل الى مرحلة ان حارتك مهما زودت الاي بي مهما زودت ده عمره ما هيوصل اي اكتر من الاي سي سات اللي احنا بنتكلم عليها وبالتالي الترانزيستور لما قابلها في مرحلة الساتوريشن او اه آآ الانكريز ان الاي بي وبالتالي بيبقى في حالة الساتوريشن فورورد بايس طيب آآ ريحونا بقى وقال لك عشان ما نريش دماغك وتقدر تحدد حاجات معاناة كده هو امتى هوصل لمرحلة الساتوريشن قال لك رسم لك علاقة اسمها او خط مستخدم كده اسمها الديسي لود لاين ايه اللود لاين ده بقى قال لك اللود لاين ده وخط بيوصل ما بين الاي سي سات اللي هو متاع الاي سي ويوصلك امتى الموجود مع حارطك ايه ان اشتغل عليها الكاتوف وبالتالي لما احنا نتكلم على النقطة دي يتقول لك الكاتوف والساتوريشن ممكن انا مسلهم على الكيرف ده بخط مستخدم يسموه اللود لاين اللي احنا بنتكلم عليه الديسي لود لاين هو بيوصل ما بين الكاتوف ريجون او الكاتوف ووصل ما بين اللي احنا اه شفناها على الكرف من شوية. طيب الحتة اللي تحت دي امتى بقى? الاي سي هنا نزل تحت خالص على الكرف فبقى الاي سي بصفر. والفي سي اي ساعتها يساوي. يبقى انت لما تساوي الاتنين من بعض يبقى التنزسطور فعلا مش شغال. يعني انت بتقول لي الطيار الاي سي ما فيش عندي في الدائرة اللي ورا ديت او في الجزء التالي بتاع كرشف اللي احنا قلنا عنهم شوية. ما فيش طيار اصلا الا طيار صغير قوي بسمون اللي هو لما تكون بتاع الباسل موجودة محرض. طب النقطة اللي هنا لا دو تنزسطور شغاله في بي سي سي وفي اي سي. والاي سي ساعتها بيوصل الى قيمة عظمى موجودة معك وبالتالي بي بيبقى ساعتها اللي هو السبعة من عشرة اقل لقيمة من الايه ؟ من اللي هي السبعة من عشرة. ساعتها انا عايز اشغل التنزسطور بتاعي في المرحلة مابين ايه ؟ مابين الستوريشن وبين الكاتوف اللي هي مرحلة الاكتب ريجون اللي احنا بنتكلم عليه. تعالوا نشوف مثال كده. طبعا لازم حارك تبقى قادر ان حارتك تقرأ من على المثال بعض المعلومات. المعلومات اللي هو حاطتها بحارتك على الرسمة هنا بيتكلم اول حاجة ان البيسي سي بتاع حارتك بعشرة بود. البيتا دي سي اللي هي معامل التكبير يعني هنا الطيار الموجود مع حارتك لو حطيت هنا عشرة امبير يبقى الطيار هيظهر على الاي سي بخمسمة امبير. لو حطيته خمسة امبير يبقى التاني بايه بخمسين في الخمسة يبقى يديني ميتون وخمسين امبير. المقاومة ارسي اللي احنا بنتكلم عليه بواحد كيلو اوم. المقاومة ار بي اللي احنا هنستغل بها حان عشان نجيب الاي بي عشرة كيلو اوم. الجهد بتاع البي بي الموجود مع حارتك بتلاتة ايه? بتلاتة فرط. طبعا هناخد امثلة على حاجة زي كده. هيغطي بعض المعلومات اللي قدام حارتك. يا راجل عايزي بقى.